Ich habe einen Hund Ich habe einen Hund هذه جملة طبيعية لأي شخص يتحدث بشكل طبيعي وكما لو أنك تقول بلغة العربية الفصحة لكن عندما يتحدث الألمان غالبا سيقومون بقول Ich habe einen Hund Ich habe einen Hund Ich habe einen Hund وهنا نلاحظ الاختلاف هناك تغييران على الجملة نلاحظ بأن تصريف فعل هاب اختفى فقد أصبحت hub Ich habe وهذا التأثير دارج جدا ومستخدم بكثرة وهناك أيضا التأثير على ال Iinen كما نلاحظ ال Iinen نطب طويل وصعب بعض الشيء يجب أن نقوم باختصاره وفعليا موضوع اختصار الكلمات والجمل أمر شائع جدا فالعقل البشر دائما يسعى لتسهيل الأمور وتبسيطها الآن أود أن أخبركم بطريقة أكثر عامية Ich habe einen Hund Ich habe einen Hund هذه الطريقة لن تسمعها إلا من بعض الألمان في الحوارات الغير رسمية وغالبا ما يفضلون استخدامها إذن نلاحظ التغيير هنا أصبح على Iinen بدلا من Iinen أصبحت NIN NIN كالأنين NIN قبل قليل كانت Ich habe einen Hund NIN NIN هذا شائع جدا في أدوات التنكير وسأفاجئك بمعلومة ستجد هذه الكتابات في بعض الحوارات والمقالات وفي الرسائل الشخصية أيضا لذلك عليك فهمها وإدراكها لا محالة حتى أنني وجدتها في بعض الكتب إذن الآن إذا رأيت هذه الاختصارات ستعرف أصلها وسببها كرر ورائي Ich habe NIN Hund Ich habe NIN Hund حسنا لننتقل للمثال التالي Wir haben ihn nicht gesehen Wir haben ihn nicht gesehen نطق واضح وسهل لكن غالبا هذه الجملة تنطق Wir haben ihn nicht gesehen Wir haben Wir haben Wir haben أي بشكل أبطأ Wir haben ihn nicht gesehen ولقد ذكرت هذا الاختصار بالدروس السابقة لذلك هذا الأمر يؤكد على أهمية المتابعة بشكل متسلسل ومنظم Haben أصبحت Haben وحرف الأي لم ينطق وإذا كان الشخص ينطقها بشكل سريع ستصبح Wir haben nicht gesehen Wir haben nicht gesehen Wir haben nicht gesehen Haben أصبحت Haben Wir haben nicht gesehen أصبح هناك بسيطة Wir haben nicht gesehen Wir haben nicht gesehen هناك أيضا بعض الكلمات أود أن أطلعكم عليها التي يختفي بها حرف T إذا كان آخر حرف مثلا عندما يكون الشخص ينطق بشكل سريع فهذه الحروف تختفي بكلمات التالية مثلا Ich bin jetzt zu Hause تصبح Ich bin jetzt zu Hause 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 مباشرة انتقلنا لـ zu Ich bin jetzt zu Hause Ich bin jetzt zu Hause على أنها Wo bist du Wo bist du نلاحظ لو دققنا وقمنا بتبطيء السرعة Wo bist du ليس هناك حرف T مثال آخر Er ist jetzt nicht hier Er ist jetzt nicht hier Er ist jetzt nicht hier في هذه الجملة هناك ثلاث كلمات تحتوي على حرف T بالنهاية وتختفي بها أثناء النطق السريع إذن تصبح Er ist jetzt nicht hier Er ist jetzt nicht hier Er ist jetzt nicht hier هكذا ستلاحظ إيقاع الاستماع لهذه الجملة لدى الألمان Er ist jetzt nicht hier في هذا السياق وبهذه المناسبة أود إخباركم بأن nichts تصبح nichts في اللغة المحكية أي العامية كما عودناكم لنطرح الأمثلة Ich habe nichts gekauft تصبح Ich habe nichts gekauft نلاحظ hab بدلا من habe و nichts بدلا من nichts إذن Ich habe nichts gekauft كارروا رأي Ich habe nichts gekauft Ich habe nichts gekauft هناك أيضا معلومة مهمة في اللغة المحكية أي العامية استخدام الأفعال مع الضمير دو يعتبر من الأمور غير رسمية فيتم دمج نهاية تصريف الفعل مع الفعل بحد ذاته بدلا من وجود الدو أي مثلا تصبح 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 كارروا رأي تصبح كارروا الرأي تصبح هناك أيضا مت ديم تصبح مم على سبيل المثال فياستميم آوتو فياستميم آوتو فياستميم آوتو هل فهمت هذه الجملة؟ استنادا إلى المعلومات التي طرحناها سابقا فياست دو مت ديم آوتو كرروا الرأي فياست دو مت ديم آوتو فياست دو مت ديم آوتو فياستميم آوتو فياستميم آوتو بما أن فعل هابن من أهم الأفعال أود أن أطلعكم على أحد الإختصارات الشائعة في بعض المناطق وهي هابنزي تصبح هامزة هامزة كما لو أنك تقول هامزة لكن بالهاء هامزة مثلا في شوارع مدينة برلين تسمع كثيرا هامزة أويغو هامزة أويغو والتي تعني هابنزي أعين أويغو هامزة أويغو إذن هذه كانت بعض الأمثلة لعدة طرق واختصارات لكيفية تحدث الألمان الأصليين وما هي الإختلافات التي تجري سواء كانت كبيرة أو صغيرة فهي بالنهاية تؤثر بشكل واضح على النطق وفهم اللغة يجب أن تدرك لست مجبرا على التحدث بهذه الطريقة إذا لم تكن تشعر بالراحة من خلال التحدث بها فهذه الأمور تأتي مع الوقت والتكرار والممارسة لكن وجب علي طرحها ووجب عليك فهمها والإطلاع عليها هي فعليا كما نلاحظ حرف الأ ا اختفى لا ينطق سأقوم بطرح بعض الأمثلة الأخرى والمرجو منك هو أن تقوم بتكرار قراءة الأمثلة بصوت مرتفع ظهيهن فأنت لا تقول سيهن ظهيهن 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 مرتفع انها ليست ظهيهن 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 والأشخاص الذين يجدون بأن هذه المستلحات جديدة عليهم فأنا أضع كما تلاحظ الترجمة تحت كل كلمة وسبب عدب نطقي غالبا للترجمة هو أن معظم التعليقات في الأوانية الأخيرة كانت تخبرني بأن قراءة الترجمة يضيع الوقت وتريدون أن يكون المحتوى سريع وما إلى ذلك فأكتبوا لي بتعليقات إذا أردتم مني أن أقوم بقراءة الترجمة أم لا غاوخن من دعف يعنيشت غاوخن من دعف يعنيشت نلاحظ غاوخن وليس غاوخين غاوخن شلوسل شلوسل وفي بعض الأحيان إذا أردنا اعتماد فكرة عدم نطق حرف الـ سنواجه مشاكل ببعض الكلمات مثلا يصبح النطق صعب أو معقد على سبيل المثال هابن إذا أردنا اعتماد المعلومة ستصبح هابن هابن كما تلاحظون النطق صعب بعض الشيء بن بن فبالطبع لن نقوم بفعل ذلك عادة اللغات تقوم بتسهيل الأمور تحديدا اللغة الألمانية عندما نواجه مشاكل بسعوبة نطق مقطع معين سنجد بأن الأمر أصبح سهلا حتى في اللغة العربية هناك اختصارات كثيرة ففي هذه الحالة بوجود مقطع بن يصبح النطق بم بم إذن هابن بكل بساطة هابن ونلاحظ تكرار هذه القراءة بكل مكان بحياتنا اليومية مثلا في هابن هويت كاينت سايت في هابن هويت كاينت سايت في هابن هويت كاينت سايت دعونا الآن نلقي نظرة على بعض الأمثيل المختلفة كرر ورائي كيبن كانتس دو مي عدس بوخ كيبن شغايبن شغايبن فيا شغايبن أين بريف فيا شغايبن أين بريف نلاحظ هنا حتى نطق أين أصبح أين أين وفي بعض الحالات يصبح فقط مقطع ن لكن سنقوم بشرح هذا الأمر بالتفصيل في الدروس القادمة ليبن ليبن زي ليبن بيتسا زي ليبن زي ليبن بيتسا إذن أحد المقاطع الأخرى المهمة والتي يصعب نطقها هي نهاية جن جن مثلا إذا كان حرف الإي صامد ستصبح موغن موغن سيكون النطق صعب بعض الشيء لذلك بكل سرور هناك اختصار جديد بكل بساطة أتعلمون صوت ال ن ن الملاحظة المهمة هنا بأن الصوت يصدر من الأنف وليس الفم ن كما لو أنه أنين ن إذن جن تصبح ن و موغن تصبح موغن موغن جوتن موغن جوتن موغن في المرة القادمة فقط ركز لنطق الألمان وستلاحظ بنفسك علموا بأن الأمر قد يكون غريب بعض الشيء لكن ستعتاد عليه أمثلة أخرى زاغن غيغن غيغن الآن ركزوا جيدا سنتحدث عن أحد الأمور المحورية والمهمة جدا وهي مقاطع نطق الحروف الصوتية كيفية دمجها وتأثير الدمج على الكلمات سأبسط لكم الأمر هناك مقطع امثلة آي 타� g KS هنا أحضران نطقه بدون توقف ضمجت الحروف ونطقتها سويا بينما بينما هنا نلاحظ بأنني قمت بفصل نطق المقاطع الصوتية ولم أقوم بدمج كل شيء بنفس الوقت ما هي الفائدة من هذا المثال؟ العبرة هنا بأن هناك بعض المقاطع الصوتية باللغة الألمانية لا يمكنك أن تقوم بدمجها وبنفس الوقت العكس تماما دعونا نوضح الأمر بمثال هذه سيارة قديمة يمكنك أن تسمع بكل وضوح بأنني لم أقوم بدمج الحروف الصوتية فأنا لم أقول قلت كل الحروف الصوتية باللودة الأصفر نطقت بتوقف تم نطقها بشكل مستقل مثال آخر إذا قمت بقول سأفهمها هكذا وهذا الأمر غير منطقي بلغة الألمانية ربما يكون اسم شخص ما لكن بكل تأكيد لن تستطيع إيصال المعلومة هكذا إيش اسي آين آي أنا أكل بيضة مرة أخرى يمكنك أن تقوم بالتكرار معي أنا لم أقوم بربط الحروف الصوتية إيش اسي آين آي ليس عيناي كما لو أنك تقول عيناي باللغة العربية هذا الأمر سيكون غريب جدا بالنسبة للألمان مثال آخر نلاحظ هنا هناك أيضا ماذا عن طول نطق المقطع الصوتي لنلقي نظرة متى نقوم بنطق مقطع صوتي طويل عادة ينطق المقطع الصوتي بشكل طويل إذا أتى بعده حرف مثلا أو مثلا إذا كان هناك حرفين متتاليين أيضا يصبح المقطع طويل إذا أتى بعده حرف الها مثلا بان بان كما نلاحظ حرف الها لم ينطق لكن بنفس الوقت أصبح نطق المقطع الصوتي طويل جدا بان وليس بان أو باهن مثال آخر وتأكد من تكرار قراءة الأمثلة بصوت عالي كو كو لدينا أيضا مقطع الإي والإي ينطقوا على أنهم إي كمقطع طويل مثلا ليد فيل فيل شبيل 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 هيع هيع الآن دعونا ننقي نظرة على نطق المقاطع القصيرة متى تنطق كمقاطع قصيرة عادة هناك مقاطع صوتية قصيرة عند وجود حرفين متتاليين لكن حرفين ساكنين مثلا بت بت كفا كفا زن زن أيضا يكون النطق قصير إذا توبعت بحرفين لتساو الكي زوك زوك باكن باكن لكا لكا تسوكا ما تراه ليس كما تنطقه عنوان مثير للاهتمام أليس كذلك؟ لكن هذا الأمر فعلا موجود ونالك عدة حروف باللغة الألمانية عندما نراها نقوم بنطق حروف أخرى وقمت بذكر هذا الأمر مسبقا بأحد الفيديوهات القصيرة أعني الحروف التالية B, D والG إذا أتت بنهاية الكلمة يصبح ال-B تصبح P وال-D تصبح T وال-G تصبح K لنبدأ مباشرة بحرف ال-B قلب أصفر نحن لا نقول قلب بل نقول قلب ال-B بنهاية الكلمة تنطق ك-P وأحذروا جيدا لا تخلطوا نطق ال-B الألمانية بال-B الإنجليزية كرروا رأي قلب قلب مثال آخر لوب لوب هل زمعت أي بي بنهاية الكلمة؟ لوب قاب قاب على سبيل المثال أنا أعطي إش قاب إش قاب إش قاب تاوب تاوب كرروا رأي تاوب لننتقل لحرف ال-D لو ركزت على نطق الألمان ستلاحظ بأنهم يقولون قلت قلت مثير الاهتمام أليس كذلك؟ لكن الأمر واقعي فهم لا يقولون قلد قلد بل قلت قلت مثال آخر هانت هانت هل تسمعوا حرفة T بالنهاية؟ هانت ليت ليت كرر ورائي قلت كرر ورائي هانت ليت كرر ورائي قلت كرر ورائي ولنكمل لكم هذا الدرس هناك أيضا حرف آخر وهو حرف ال-G يصبح كا مثلا مثلا هامبوك هامبوك فقط تركز على نطق الألمان وستشعر بالسعادة لمعرفة هذه المعلومات هامبورغ فهي ليست هامبورغ بل هامبورغ فلوك فلوك هل سمعت الصوت الكا بالنهاية تاك تاك وهذه احد العبارات المثيرة جدا للاهتمام تاك وصدقا بشكل شخصي كنت اقابل عديد من هذه الاخطاء لكن تعتبر طبيعية واخطاء شائعة لكن معرفتها سينقل مستواك لمرحلة اخرى مختلفة جدا تاك كرروا رأي تاك ونستخدم هذه العبارة كثيرا عليك كذلك مثلا جوتن تاك وفعليا باللغة العامية تصبح جوتتاك جوتتاك أرأيتم كيف جوتتاك حرف الان لا ينطق وحرف القي يصبح كي او مثلا ايام الاسبوع مونتاك دينستاك متبوخ متبوخ استثناء دونستاك فغايتاك زامستاك زونتاك دائما ما ينطق على انه كا بالنهاية كا خفيفة تسوك تسوك تأكد من اعادة نطق وتكرار الكلمات لكي تترسخ المعلومات في ذهنك نراكم قريبا دمدن بخير